اذا كنت تريد توصل بجميع اخبار ومستجدات الوداذ تابع قلعة الوداذ على اليوتيوب اعترف عادي الرمزي مدرب الوداذ الرياضي بصعوبة المواجهة التي سيلعبها امام سيمبا لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لدور ابطال افريقيا مؤكدا انها ستكون مباراة ضد فريق يلعب بطريقة واضحة بقيادة مدربه عبدالحق بن شيخة وقال رمزي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة المباريات كلها صعبة سواء داخل الملعب او خارجها سيمبا فريق كبير بطريقة لعب واضحة والتي يرجع فضلها للمدرب الكبير بن شيخة ستكون مباراة مثيرة للاهتمام وهذا ما نسعى اليه في قارتنا كما نقول الكرة ضد الكرة واختتم المواجهة ستكون صعبة وعلينا ان نكون في مستوانا بطريقة لعبنا الواضحة وبحضورنا بدنيا ودهنيا وسنكون قادرين على تقديم مباراة في المستوى ويستقبل الوداذ ضيفها سيمبا الطنزاني يوم السبت على ارضية الملعب الكبير لمراكش في تمام الساحة الثامنة بتوقيت المغربي واضاف عادي الرمزي ان فريقها يدرك اهمية مواجهة الجولة الثالثة من دور المجموعات وقال انه لا مزال للخطأ امام سيمبا خصوصا بعد الهزيمتين المتتاليتين بدوري الابطال وتابع قائلا اللعبون يقدرون المسؤولية ورأيت ردة الفعل في موازهة مولوديز وجدة وارى انهم يرغبون في استكمالها خلال اللقاء سيمبا ووجه رمزي رسالة للجماهير الوداذي قائلا منذ قدومي للفريق قلت ان هناك علاقة وطيدة بين الجمهور والوداذ قوتنا في انصارنا واحس بالزيادة التي تقدم للاعبنا ونحن واتقون انهم لن يخذلون يوما دورهم كبير غدا ونعدهم لإسعادهم اذا كنت تريد توصل بجميع اخبار ومستجدات الوداذ تابع قلعة الوداذ على اليوتيوب